سوريا تستعيد مقعدها بالجامعة العربية بعد ما يزيد على عشر سنوات من تعليق عضوياتها والقرار يدعم الجهود في المنطقة العربية لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الاسادة المعارك تتوصل في السودان على الرغم من وجود ممثلين عن طرفي الحرف السعودية لإجراء محادثات رئيس مجموعة فاغنر العسكرية يقول أن قواته ستبقى في بخموت بعدما وعدته موسكو بالحصول على الذخيرة وروسيا تؤكد أنها دمرت العديد من المسيرات الأوكرانية فوق البحر الاسود أهلنا بكم مشاهدين الكرام على فرانس بانتكا ترتبنى وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم اليوم قرارا باستعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية بعدما يزيد على عشر سنوات من تعليق عضوياتها قرار الجامعة يدعم الجهود في المنطقة العربية لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الاسد ومعنا مشاهدين من العاصمة الأردنية عمان مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب رنتوي أهلا بك ماذا تعني عودة سوريا إلى الجامعة العربية وهل هذا القرار يعني قبول الدول العربية بالشروط السورية لعودتها للجامعة لا لا أعتقد كذلك على الإطلاق قرار العودة يعني استقطنا مضامين بيان عمان الخماسي والبيان تحدث عن تدرج وتحدث عن قطوة مقابل قطوة وأوضح سلسلة من الالتزامات المتقابلة ورتب الأولويات إنساني أمني سياسي التزامات متقابلة من قبل الحكومة السورية من جهة تتبعها التزامات عربية من جهة في المجال الإنساني وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين في كل المناطق اللاجئين النازحين المفقودين المغيبين قصرا في المجال الأمني الحرب على المخدرات إنتاجا وطرق تهريب على الجماعات الإرهابية في الجانب السياسي عملية سياسية تنسجم مع القرار 2254 تفعيل اللجنة الدستورية عملية سياسية تشارك بها كل الأطراف من قرأ خطة العمل العربية التي قرت في عمان يدرك أننا أمام عملية متقابلة من حيث الالتزامات مشروطة بشكل متبادل بهذا المعنى خطوة مقابل خطوة على هذا الصعيد بدءا بعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية ولذلك عودة سوريا للجامعة هل يعني رسميا انتهاء الحرب وانتصار دمشق والدول الحليفة لها؟ لا الأمر ليس كذلك ولم يفهم كذلك على الإطلاق لا في اجتماعات جدة ولا عمان ولا الآن في اجتماعات القاهرة الكل يدرك أن سوريا حققت انتصارات عسكرية كبيرة هذا أمر ليس جديدا بالذات بعد التدخل الروسي في عام 2015 أكثر من 70% من الأراضي تحت سيطرة السرطات السورية الكل يدعم سيطرة الحكومة السورية على كل الأراضي السورية وعلى حدودها ولكن في سياق عملية سياسية سلمية بالأساس لكن في الحقيقة نحن أمامه لسنا أمامه منتصر ومهزوم لسنا أمامه معادلة صفرية نحن نتحدث وروح البيانة نتحدث عن وضعية win-win situation رابح رابح وليس معادلة صفرية في هذا المجال بعد هذا القرار هل باتت مشاركة بشار الأسد متوقعة الآن في اجتماع الجامعة العربية المقبل في السعودية؟ نعم أعتقد أن الطريق بات ممهدا لسوريا تشترك في كل اجتماعات الجامعة العربية وللرئيس الأسد أن يكون في قمة الرياض وربما نكون أمام زيارة للسعودية قبل قمة الرياض بيوم أو يومين لإجراء محادثات ثنائية بين الرئيس الأسد والعاهل السعودي والعاهده محمد بن سلمان إذن من العاصمة الأردنية عمان عريب رنتاوي شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل تتواصل المعارك في جنوب الخرطوم بينما يوجد ممثلون عن طرفي الحرب السودانيين في السعودية لإجراء محادثات يأمل وسط دوليون أن تضع حدا لصراع المستمر منذ ثلاثة أسابيع والمعارك في السودان تسببت منذ اندلاعها في مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف وعرقنة إمدادات المساعدات وفراري مائة ألف لاجة إلى خارج البلاد والآن إلى مزيد من التفاصيل حول ما يجري في السودان مع محرر أرشؤون الدولية عبدالله العالي أهلا بك عبدالله هل اتضحت أجندة مفاوضات جد إلى حد كبير نعرف بأن هناك على الأقل قاسما مشتركا يتفق عليه طرف النزاع كما يتفق عليه أيضا الوسطاء الدوليون وأعني بهم تحديدا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الموضوع هو إنهاء الأعمال العدوانية صحيح أن الجيش السوداني يقول بأنه لن يتحدث عن وقف دائم لإطلاق النار في هذه المرحلة وإنما سيتحدث حصرا عن الهدنة ولكن وصحيح أيضا أنه من الجانب الآخر أي من جانب قوات الدعم السريع هناك من يقول لأنه يجب التركيز على ما بعد وقف إطلاق النار وربما الدخول في محادثات بشأن الحل السياسي الذي يمكن أن تتمخض عنه كل هذه المساعي وهو إقامة حكومة مدنية في السودان تقود البلاد خلال مرحلة انتقالية تغضي إلى انتخابات عامة لكن كل هذا يدخل في إطار المعلومات التي لا يمكن الجزم بصحتها في هذه المرحلة ما هو واضح تماما أن هناك سعيا هذه المرة من قبل السعودية ومن قبل الولايات المتحدة لإيجاد هدنة تختلف عن الهدنة السابقة أو الهدنة السابقة التي لم يتم احترامها في أي وقت من الأوقات وذلك من خلال وضع آلية للمراقبة وآلية أيضا لفرض عقوبات على الطرف الذي ينتهك أو قد ينتهك تلك الهدنة وهذا هو الجديد وطبعا أهداف الهدنة لا زالت أهدافا إنسانية وهي تمكين النازحين أن يتحركوا داخل السودان بأمان وتمكين المواطنين السودانيين أو الأجانب المقيمين في السودان بأن يخرجوا منه بأمان وتمكين الموجودين داخل السودان أي أن كانت جنسيتهم من الحصول على مساعدات إنسانية لذلك فإنه يمكن القول بأن الهدف الأساسي لهذه المفاوضات لا زال هو التثبيت الهدنة لا زال هو التواصل إلى هدنة بالشروط وبآليات تضمن احترامها أكثر من أي وقت مضى ولذلك إلى أي حد يمكن للرياض وواشنطن أن تنجحا فيما أخفق فيه وسط آخرون أولا من الواضح تماما أن السعودية والولايات المتحدة نجحت في أمر أخفق فيه آخرون وهو جمع طرفي النزاع على طاولة مفاوضات واحدة لأن هذا الهدف كان هدف مجموعة الإيقاد في الشرق إفريقيا وكانت في وقت ما تسعى إلى أن تجمع طرفي النزاع في عاصمة جنوب السودان جوبا وأخفقت في ذلك وهو ما أفلحت فيه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لماذا؟ لأن السعودية تعتبر بلدا يقدم دعما ماليا مهما لكلاي طرفي النزاع لقوات الدعم السريع وللجيش السوداني والولايات المتحدة الأمريكية هي التي رفعت العقوبات عن السودان عام 2020 مما مهد الطريقة لعودة هذا البلد إلى المحافل الدولية وبإمكانها أن تهدد وتلوح بفرض عقوبات جديدة على المعسكرين المتقاتلين في السودان حاليا وبالتالي استطاع فعلا أن يتجاوز وسط آخرين من بينهم الإيقاد ولكن من بينهم أيضا الاتحاد الإفريقي الذي ظهر أنه بعزله وتعليقه لعضوية السودان عام 2021 لم تعود بيده ورقة ضغط قوية على طرفي النزاع في السودان وهناك أيضا الجامعة العربية ولكنها تبدو مشلولة في هذه المسألة بسبب الخلافات البينية داخلها بشأن الأزمة السودانية لكن مهما تكون نجاعة هذه الوساطة السعودية الأمريكية المشتركة فإنه من الواضح تماما أنها قد لا تفلح في إنهاء الصراع بشكل نهائي وحاسم لماذا؟ لأن طرفي النزاع يملكان قوة قتالية تكاد تكون متعادلة وكل واحد منهما لا يجنح حاليا إلى السلم ويفضل أن يبدأ مفاوضات حينما يكون قد كسب المعركة ميدانية شكرا جزيلا لك عبدالله العالي على كل هذه التفاصيل في تركيا يخوذ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرابع عشر من أيار ما ينتخبات تبدو نتائجها غير محسومة لصالحه للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطان أسبوع بقي على موعد الانتخابات التركية عشرات الألاف تجمعوا في ميدان مالتيبي شرقية اسطنبول لدعم كمال كيليجدار أغلو المنافس القوي الذي قد يقلب الطاولة على الرئيس رجب طيب إردوغان لن نترك مصير الجمهورية التركية بيد شخص واحد لا أحد يقبل الاستماع لشخص واحد فقط في هذه الانتخابات رئيس حزب الشعب الجمهوري مرشح عن تحالف الأمة المؤلف من عدة أحزاب معارضة وتقف إلى جانبه شخصيات وازنة كرئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور ياوش ورئيسة حزب الخير ميرال شينر لذلك ترجح بعض استطلاعات الرأي كفة كيليجدار أغلو على كفة الرئيس رجب طيب إردوغان الذي تأثرت شعبيته بعوامل عدة في مقدمتها تراجع قدرة الأتراك الشرائية وفضائح الفساد وأخيرا بسبب تعامل حكومته مع الزلزال في براير المدمر الناس لا يستطيعون حتى شرب الشاي لم يعد وضعنا مثل أيام زمان معاش خمسة ألف ليرة وإيجار البيت ثلاثة ألاف كيف سأكل؟ بالطبع ما تزال هناك قاعدة شعبية تعترف إلى الآن بأفضل حزب العدالة والتنمية خلال عقدين من حكم تركيا يجب أن يفوز حزب العدالة والتنمية خيره في كل مكان هنا كل هذه المحلات لم تكن هكذا رممها حزب العدالة والتنمية على الطراز القديم ويلتق الرئيس التركي بعد ظهر الأحد أنصره في حديقة أتاتورك في الشطر الأوروبي لمدينة اسطنبول فالمرشحان الرئيسيان أردوغان ومنافسه كالإجدار أغلو يحاولان إبراز قوتهما من خلال حشج الناس في الميادين أكد رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين أنه تلقى وعدا من الجيش الروسي بالحصول على المزيد من الأسلحة والذخائر ولذلك فإن المجموعة لن تنسحب من بخموت قال جهاز الأمن الاتحاد الروسي أن قوات الأمن الروسية أحبطت محاولة من المخابرات الأوكرانية لمهاجمة مطار عسكري في وسط روسيا بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات من جهة أخرى قالت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية رصدت 22 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها فوق البحر الأسود حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من احتمال وقوع حادث نووي خطير في محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها القوات الروسية في أوكرانيا في ظل إخلاء بلدة قريبة يقيم فيها معظم موظفي المحطة حادث نووي خطير في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية هذا هو ما يحذر منه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيال جروسي على خلفية عملية إجلاء سكان بلدة محيطة إجلاء روسيا للمدنيين الذين يعيشون بالقرب من الموقع يثير مخاوف من تصعيد النزاع في المنطقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عربت سابقا مرارا وتكرارا عن قلقها بشأن سلامة المحطة منذ استلاء روسي عليها وذلك بسبب وقوعها على خط المواجهة الوضع العام في المنطقة القريبة من محطة زابوريجيا أصبح غير قابل للتنبؤ بشكل متزايد وقد يكون خطيرا تجب حماية هذه المنشأة النووية الكبيرة سأستمر في الضغط بهدف أن تلتزم جميع الأطراف بهذا الهدف الحيوي ستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذل كل ما في وسعها للمساعدة في ضمان السلامة والأمان النووي للمحطة ويأتي إخلاء بلدة إنيرهودار القريبة من محطة زابوريجيا ضمن عمليات إخلاء لثمانية عشر موقع آخر على خط المواجهة في المنطقة رئيس بلدية ميلي توبول التي تقع في منطقة زابوريجيا اتهم القوات الروسية بالإسراء بشكل كبير في عمليات إخلاء المدنيين من عدة بلدات ويرى أن ذلك قد يكون مؤشرا على قيام روسيا بشان هجمات جديدة من جهتها نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد فيديو للدعم الناري لوحدات البنادق الألية التي توفره الدبابات الروسية التابعة للمنطقة العسكرية الغربية خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية عقد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اجتماعا مع رئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول إذ يسعى الزعيمان إلى توثيق العلاقات وسط شكوك داخلية في البلدين وفي ظل تهديدات نووية من كوريا الشمالية وتزايد أنشطة الصين العدائية وبهذا مشاهدينا صلو وإياكم إلى ختام هذه النشرة أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء شكرا